إذن نوصل الحوار الليلة حول روسيا وهل تغير الشيء في العلاقة الحميمة مع دمشق؟ رحب مرة أخرى بضيفي في هذا الحوار معنا من دبي البحث في شؤون روسيا وأسيا الوسطى الدكتور مغازي بدراوي معنا أيضا من موسكو عضل الأكاديمية الروسية للدراسات الجيوسياسية الدكتور عباس خلف أذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك لنأخذ بعض هذه المشاركات التي وردت قبل قليل عبداللطيف بوعلي يقول في مشاركة له على فيسبوك روسيا تحاول أن تحافظ على مصالحها في سوريا وإذا رأت أن أيام بشار باتت معدودة ستحاول كسب ود المعارضة أحمد المراكش يرى أنه رغم تغيير روسيا موقفها تجاه النظام السوري فأنه لا يجب أن تفلت هي ودمشق من العقاب المشاهد رائد شريتي حيار الأمور من منظور آخر بقوله لم تدعم روسيا يوما نظاما ما إلا وسقط أما الإدريسي الفاسي فيتساءل لماذا لا يفرد مجلس الأمن عقوبات على روسيا وعلى النظام السوري ويتجاهل الكوارث الإنسانية في سوريا عباس زيني يعتقد من جهته أن لا شيء تغير بالنسبة لروسيا فمتى قبضت الثمن تتحول مواقفها وكأن شيئا لم يكن عبد السميع أعرود يطرح السؤال التالي هل من الخطأ التفاوض مع موسكو الآن لضمان رحيل الأسد؟ حاولوا فبالتأكيد أن الثمن بات منخفضا جدا المشاهد أحمد زيدان من العراق يفسر هذا التحول بقوله بدأت روسيا تحابي الغرب خوفا من وصول السلاح الكيماوي الموجود لدى النظام السوري إلى الجماعات المتطرفة بلعيد الرماشك يقول كل ما تريده أمريكا تعارضه روسيا والعكس بالعكس ويجب أن لا ننخدع بدعاية ربيع الثورات العربي أخيرا المشاهد الذي يلقب نفسه أوميرو يقول على تويتر لم يتغير شيء نهائيا كل القصة هي توزيع أدوار فقط لا غيره إذا نعود مرة أخرى للدكتور عباس خلف في موسكو البعض يقول يعني يردد هذا السيناريو منذ بداية هذه الأزمة بأن موسكو في نهاية المطاف يعني تريد أن تحافظ على مصالحها مع بقية دول العالم وبالتالي فهي تبحث عن ثمن لصفقة ما تقبل بموجبها تغيير موقفها إزاء هذه الأزمة هل بالفعل روسيا تبحث عن ثمن ما تريد أن تقبل هذا الثمن في مكان ما مقابل تغيير موقفها تجاه النظام في سوريا نعم هناك الكثير من الملفات القائمة بين موسكو والغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص مع الولايات المتحدة ولعل قضية الدرع الصاروخي هي أبرز هذه القضايا ومسألة نشر صواريخ باتريوت على الأراضي التركية اعتبرت موسكو تهديد لها وليس تهديد لإيران موسكو تمسك كثير من الملفات حتى ملف العقوبات الاقتصادية على إيران بالرغم من قساوته تركت موسكو والصين ثغرات في هذا النظام نظام العقوبات لتتنفس منه إيران فهنا نجحت موسكو بالضغط على الكثير بالإضافة إلى حتى قضية أفغانستان أفغانستان مسألة مهمة بالنسبة لدول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والآن موسكو برغم من هذا الخلاف توفر خط ترانزيت للقوات الأمريكية والدول حلف الناتو عبر أراضيها وعبر أجوائها بل وذهبت أكثر من ذلك الآن تعد قواعد داخل روسيا لمسألة سحب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من أفغانستان عبر أراضيها لتقبض أيضا ثمن وعجور على هذا أنا أتفق مع جنابك عندما قلت أن الدول العظمى ليست لها صنأديق خيرية لكي توزعها يمينا وشمالا أعتقد أن صراع الجبابرة وصراع الفيل الذي يحدث الآن على الساحة الدولية دائما ما تكون ضحاياه العشب والعشب الآن هو سوريا بالإضافة إلى أن مهر عودة موسكو إلى الساحة الدولية باعتبارها قوة دولية ومؤثرة وليس ثانوية هو مهره سوريا وما يحدث في سوريا الآن من كل ما نراه أيضا الغرب والولايات المتحدة أيضا لا يتباكون على الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها منه ولعل تأخر الغرب والولايات المتحدة في فرض حقوباء في فرض مناطق حضر جوي وفي توفير ممرات آمنة وفي عدم تسليح المعارضة والعلى مؤتمر باريس الذي عقد للتو كل هذا دلائل على هناك حتى تناغم مقصود أو غير مقصود بين الموقف الروسي والموقف الغربي والموقف الولايات المتحدة الأمريكية بل أن المواقف الغربية والأمريكية تتناغم بالنهاية مع الموقف الروسي فنرى هنا هذا العمل الدبلوماسي الذي يمارس فوق عقول أصحاب القرار في المنطقة العربية واعتقد أن الضحية الأساسية هي الشعب السوري وما يحدث في سوريا وما يحدث في المنطقة بشكل عام موسكو ستستمر في هذا المجال وستستمر ولعل السيد وافقني في نهاية الأمر عندما قال أن الموقف الروسي متشدد وسيبقى على حاله بالرغم من أنه في البداية لم يتفق معي بأنه ولكن في نهاية الأمر هو اتفق معي بهذا الخصوص أعتقد أن موسكو لا تمارس عبثية سياسية ولا تمارس عبثية دبلوماسية هي تمارس عمل مدروس تدفع به الغرب والولايات المتحدة وأصدقاء روسيا إلى زاوية وهي الآن في وضع مريح أكثر من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة هي في غيبوبة سياسية ودبلوماسية وتقف موقف المتفرج وليس لها من هم الشعب السوري ولا سوريا أي شيء وهي انكفأت على نفسها بسبب الكثير من المشاكل والحرف في العراق وافغانستان وغيرهم من الأمور التي لا يسمح الوقت بالتعرف نقاط عديدة دكتور بدراوي ما رأيك بداية هل روسيا على استعداد لمقايضة بعض هذه الملفات التي تحدث عنها الدكتور خلف مسألة الدرع الصاروخية في أوروبا مسألة الملف النووي الإيراني مسائل أخرى أفغانستان وغيرها هل مستعدة روسيا لقبض ثمن ما في هذه الملفات مقابل تغيير موقفها إزاء الأزمة السورية أنا أقول لحضرتك أن مبدأ السفقات في السياسة الخارجية الروسية في الوقت الراهن لا وجود له على الإطلاق ودليلي على كده شيء واضح وهو أن الموقف الغربي والأمريكي حاليا في وضع ضعيف جدا عن خمس سنين فاتت الأزمة المالية تراجعوا معاها الأوروبيين والأمريكان بدرجة قوية جدا الآن من الأقوى اقتصاديا وماليا روسيا أم الولايات المتحدة الأمريكية روسيا إحدى دول سلاس في العالم صاحبة أعلى الأرصدة النقدية هي والصين والمملكة السعودية إذن هذه الدول ليست لديها أغراض لا يا أستاذ هم التلاتة دول اللي يملكوا الأرصدة الكاملة من النقد العالية جدا في العالم والأوروبيين لجأوا روسيا والصين عشان يساعدوهم ورفضوا لكن الوقت روسيا ليست في حاجة لعقد صفقات إطلاقا لا مع الولايات المتحدة ولا مع الأوروبيين هذا الكلام انتهى زمانه والآن الأوروبيين في أمس الحاجة لروسيا بشكل كبير جدا والأمريكان أيضا مسألة الدرع الصاروخي وأزمة النووي الإيراني الموقف الروسي فيها ليس ضعيف بالعكس قوي جدا الرئيس أوباما نفسه وعد أنه هيحسب موضوع الدرع الصاروخي حتى لو لم يحسموا روسيا لا تخشى الدرع الصاروخي بقدر ما هي تخشى استطور السياسة العدائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الآن في موقف أقوى بكثير مما يصوره البعض على الساحة الدولية مسألة الصفقات مستبعدة تماما لكن روسيا لا تستطيع أن تستمر في نهجها هذا وفي سياساتها هذا في ظل مجتمع دولي بيرس السياسة الغربية العدائية وبيرس سياسة خرق مبادئ القانون الدولي هذا هو الواقع عشان روسيا تستمر في سياستها وتنمو وتعود على الساحة الدولية لابد أنها تحارب هذه السياسة الغربية في التدخل في شؤون الدول والعداء للشعوب الفقيرة والذي زي الشعب السوري مأساة الشعب السوري من تهم الآن وهذا ما حضرت منه موسكو كثيرا دكتور خلف ما رأيك هل بالفعل موسكو ليست في وارد ولا بحاجة أصلا لعقد صفقات مع الغرب تحديدا ولكن البعض يتساءل أيضا ماذا عن السيناريو الليبي أليست هذه مسألة تحسب لها روسيا ألف حساب لا تريد تكرار ضياع فرصة ليبيا في الوضع في سوريا إذا حسبنا بالملاليم إنه حجم الملاليم أو الأموال التي تحصل عليها روسيا من سوريا فهي لم يبلغ حجم تبادلها التجاري مع سوريا أكثر من ثلاثة مليار دولار أما مع الولايات المتحدة فبلغها خمسين مليار مع الصين ميت مليار مع ألمانيا أربعين مليار مع التركيا ثلاثين مليار أي إنه بالجانب المادي الآن أتفق مع زميلي روسيا ليست محتاجة إلى هذه الاتفاقات المالية التي تقاس بالملاليم الآن روسيا هذا ثمن عودتها ثمن عودتها ثمن كبير هو هذا التي استطاحت من تعطيل مجلس الأمن أيضا الملف الملف الدرع الصاروخي لا أنا لا أتفق مع زميلي هو ملف مقلق ومهم وخطير على مصالح الأمن القومي الروسي بل ذهبت روسيا إلى التهديد عندما قررت نشر الولايات المتحدة نشر الصواريخ في بولندا قررت نشر صواريخ في مدينة كالينينجراد وقاطعة كالينينجراد بل وعددت بضرب الصواريخ هذه في بولندا أما مسألة الملف الليبي أو التجربة الليبية فموسكو حذرة من أن لا تقع في نفس الخطأ وهي كثيرا ما كررت على لسان قيادتها السياسية بأنها لا تريد أن تقع بخطأ الملف الليبي الذي أيضا ظهر فيها اختلافات بين مدفيدف وبوتين وكانت نتيجة أن خرجت روسيا من المولد بل حمص كما يقال وبقت خارج اللعبة والآن الشركات النفطية الغربية تعمل في ليبيا وهي توقفت مصالحها التي تبلغ عدد من المليارات من الدولارات في ليبيا أعتقد أن موسكو ستعمل جاهدة على الحفاظ على مصالحها مصالحها ليست كبيرة بالحجم الاقتصادي الكبير في سوريا ولكن من ناحية جيوسياسية وهناك خوف لدى موسكو ولدى الكريملين من ما يسمى بالإسلام المتطرف وكذلك انتشار أو تشظي الإسلام المتطرف إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وبخاصة الجمهوريات المسلمة وهناك جمهوريات مسلمة ذات حكم ذاتي داخل روسيا ولهذا السبب ذهبت حتى واشنطن إلى مغازلة موسكو عندما ضمت أحدى المنظمات سورية واتهمتها بجبهة النصرة وكأنها تعمل على تطبيق ما تردده موسكو نظريا وهي ذهبت إليه عمليا عندما وضعت في قائمة المنظمات الإرهابية أعتقد هناك تناغم مقصود أو غير مقصود ولكن تناغم كبير في المواقف بين الطرفين دكتور مدراوي هل بالفعل هناك تناغم بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الأزمة البعض يقول أن الغرب مستفيد أصلا من وجود سوريا ضعيفة أولا حماية لإسرائيل من جهة وثانيا ربما استنزافا للاقتصاد الإيراني الذي يدعم سوريا بشكل كبير هل هناك بالفعل تناغم بين مواقف الغرب والموقف الروسي بالنسبة للأزمة السورية لا يعني وممكن يكون تناغم بس ليس توافق ولا اتفاق على شيء ولا مؤامرة المسألة أن الغرب يهمه أن هذا الكيان الكبير الدولة السورية لا تبقى بعد هذه الأزمة دولة كبيرة بجوار إسرائيل بالتحديد لأن هذا الكيان الكبير غير مضمون من سيحكمه بعد هذه الأزمة لو إجا طيار إسلامي يحكمه هتبقى المسألة أسوأ بكثير هيبقى إسرائيل عندها مصر وسوريا المسألة أنه هو مسألة هدف تفتيت هذه الدولة الكبيرة قائم من البداية وحذرت منه روسيا أكثر من مرة والمسألة يعني هم بيحاولوا أن هم يمدوا في الأمد آه روسيا بتدعم لكن المسألة طول الأمد على حساب مين؟ على حساب الشعب السوري طيب الغرب يهم الشعب السوري لا يهم في شيء الآن واضح الضحايا كثيرين إذن الهدف قد يلتقي في الآخر لكنه ليس توافق ولا اتفاق بين روسيا والغرب على شيء لكنه هو سمود على المبدأ من روسيا وسعي دقوب للهدف التفتيت من ناحية الغرب وواشنطن شكرا جزيلا لك الدكتور مغزي بدراوي الباحث في شؤون روسيا وأسيا الوسطى كان معنا من دبي شكرا لضيفي من موسكو الدكتور عباس خلاف وعضو الأكاديمية الروسية للدراسات الجيوسياسية وشكرا أيضا لكل من ساهموا معنا في مشاركاتهم لهذه الليلة شكرا لكم شكرا لكم